تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من دردش إنجليزية اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد كل يوم اثنين وبنناقش فيها زوايا مختلفة بتيجي من أسبوع لبريمير ليج في حلقتنا اليوم عندنا أربع مواضية أرسنال كيف رجع وصار فريق مرشح للتوب فور بعد ما كنا نتكلم عنه ونحكي النادي انتهى وثانيا حنوقف مع تعليق ميكا ريتشاردز اللي وصف فيه باتر كثيرة بأنه أفضل خريفة لبابي جوارديولا في مانشستر سيتي ثم حنتكلم عن ردة فعل يونايتد بعد السقوط الكارثي في ليفربول وفوزهم الساحق على توتنهام ونختم بقصة ليفربول اللي ما بقدر يحافظ على انتصاره مرة ومرتين وثلاثة بل أربعة نبدأ مع أرسنال الجميع بيذكر مباراة مانشستر سيتي أرسنال ما كانت مباراة ما كانت خسارة ساحقة كانت مذلك كانت فضيحة بيخجل منها كل لاعب كان موجود على أرض الملعب مش عشان خسروا بنتيجة كبيرة ولا عشان تفوق عليهم السيتي بل عشان الروح والأداء اللي أظهروا بأرض الملعب كان مستسلم كان كأنهم بيقولوا اعمل فينا وسجل فينا قد ما بدك في تلك اللحظة في تلك الليلة أخسن قرار منطقي تقيل أرتيتا الفريق ده خله بين الشوطين طلع مستسلم أكثر من قبل الشوطين لكن إدارة أرسنال أخذت قرار غير منطقي وقالت حنخلي ميكيل وفحلا هذا القرار غير منطقي حتى اليوم يبدو في محله منطق دلك اللحظة فاز أرسنال سبع مباريات عادل تنتين أصبح على مشارف التوب فور وبيعيش أحسن سلسلة نتائج تقريبا في البريمير ليج من فريق كنا نحكي عنه ممكن يهبط بعد ثلاث جولات من الاستسلام لفريق بينه بين المتصدر ثمان نقاط فقط أول قرار وصلنا لهون أول قرار خلانا نتكلم عن أرسنال بشكل إيجابي رغم أنه شيء صراحة ما توقع تصير هذا الموسم هو قرار تبديل الحارس من بيرن لينو لألون رامس ديل الحارس اللي من أول مسارة خسارة السيتي لعب كل المباريات في البريمير ليج معادة وحدة خاضها لينو أمام ليتز يونايتد سبع مباريات خاضها الحارس الجديد بأربع شباك نظيفة خمس انتصارات تعادلين أعطى تصديات حاسمة غيرت مسار مباريات ربما أوضحها التصدي العظيم أمام ليستر سيتي في المباراة الأخيرة لكن في كل مباراة له تصدي حاسم تصدي بيخلي فريقه بالمباراة بس مش هذا كل شيء هو أعطى رغبة شخصيته في الملعب واضحة بتذكروا أمام كريستل بلس لما كان يحاول يرجع في النتيجة بأي لحظة بتذكروا حتى في هذه المباراة جمهير ليستر وهي بتستفزه كيف مش فارقة معه قوة شخصيته حماسه رغبته كان شيء يحتاجه خط دفاع خلفه وهذا شيء كثير فرق بتركيز خط الدفاع ثقة خط الدفاع بنفسه أنه وراه حارس أفضل وراه حارس عم بتفحم يكونوا هم أيضا أفضل أما الشيء الثاني اللي تغير كثير أرتدت نفسه نزل من برجه العاجي كلامه اللي كان دائما فيه يعني قينسميه ثقة مبالغة بالنفس إغوارديولا زمانه كان يتكلم نزلي شوي من بعد خسارة الستي الرجل بعد فترة من خسارة الستي وبعد ما الفريق رجعت حسن سألوا شو اللي صار قالوا بتلك الليلة أنا كان نفسي أضرب نفسي كنت أقول عن حالي شو اللي قاعد بسويه شو الأخطاء اللي ارتكبتها ليش مش قادر أعمل الشي الصح جرحوا ذلك اللقاء صحا خلا يكون منطقي واقعي يتعامل مع الواقع ما يتعامل مع أفكاره الخيالية اللي كان يحاول يطبقها بأرض الملعب فشفنا الثبات بدون تفكير زيالي عن اللزوم شكل ربما أقرب لأربعة اتنين ثلاثة واحد بياخد تغييرات معينة لكن خط دفاع ثابت جابرييل وبجانب وايت والياباني توم ياسو بلشي العبدور أساسي وثابت على الظهير الأيمن والظهير الأيسر بالعادي ثابت خط دفاع صلنا نعرف أسماءه معه في مفاجآت لا بشكله ولا بالأسماء وهذا الاستقرار صار تقريبا على كل الخطوط بلشنا نعرف مين راح يكون هون أو لو على الأقل مش مين عارفين شو مزيال فنية والتقنية فالفريق استقر بلش ينسجن بلش يتعود بلش يعالج نفسه بنفسه وواحد من الأمور جدا اللي لها علاقة أيضا بأنه شعر أرتتا بشيء خطأ أوباميانج ولا كازيت تحديدا أوباميانج اللاعب اللي تم نفيه ودفعه بطريقة غريبة أكتر مرة أنه أطلع من النادي بين فترة أرتتا الآن العلاقة رجعت صفية رجع يمدحه رجعت الأمور تتصافه وأوباميانج من عند هاد الصلح بعد الستي سجل أربع أهداف وحصد كثير نقاط للفريق ونفس الشيء بنطبق على كازيت اللي صار يلعب دور أفضل وصاروا هدول اثنين اللي أصلا أكثر اثنين مؤثرين بغرفة تغيير الملابس سعداء فالجميع شار يشعر بسعادة الجميع صار يشعر بتركيز الجميع صار مستعد يكون أكثر وأكثر مع أرتتا تخسر اللاعبين المؤثرين بغرفة تغيير الملابس لو مين ما كنت ما رح تقدر تنجح في الملعب بس في شيء استفادوا منه من سقوط الستي وهو أنه الستي خلانا نشوف أرسنال منتهي نادي متوفي وسط الحضيض ما عاد في شيء يخسروها دول اللاعيبة ارتفعت عليهم كل الضغوط حتى المدرب ما عاد في شيء يعني بعد الفضيحة اللي صارت ما ضل فضيحة هذا خلأ أرسنال يصير يتحرك في أرض الملعب بناءا عن نتيجة بدون قيم وتمسك بمبادئ الكرة الجميلة والهجومية والاستحواذية اللي كانت جاي فيها أرتتا لأنه عارف خلص أنا بالحضيض الناس مش فارقة محاك كل اللي بهمها مني نتائج وشفناه مع الاستر بفوز باستحواذ 35% شفناه في أكثر من المباراة بيرجع يدافع مقابل تعادل بعض الأحيان زي مع برايتون أو عشان فوز بفارق هدف وحيد مستعد يدافع حتى بملعبه مش فارقة معه أعطوني النقاط دائما لما تبلش تكسب نقاط بغض النظر عن طريقة كسبك إلها بصيروا اللاعبين متحمسين أكثر مركزين مع المدرب أكثر حابين يكونوا فريق واحد أكثر عندهم شيء يخسروا ومستعدين يقاتلوا عشانه أما لو مرة تفوز ومرة تخسر مع الزمن بصير ما في شيء يدخل دينيهم لا أفكار مدرب ولا غيره مثلا شوفوا لوكونجا بعدما تعادل مع كريستال بلس بسبب هفو منه اللاعب طلع صرح قال بكرة بدي ألعب المباراة الثاني بدي أرجع لعيب يشعرونه في مسئولية زمان الفريق كان يكون خمسة ويروح على البيت اللاعب مبسوطين تمام تغيرت النبرة تغيرت اللهجة لأنه فيه نقاط عم تنحصد وخلصنا الموضوع الأول خلونا ننتقل على الموضوع الثاني باتريك فييرا اللي هو أرسنالي زي ما منعرف لكن مرق من منشستر سيتي قبل فترة طلع بنيكا ريتشارد وقال أنا بشوف باتريك فييرا هو الخليف الحقيقي لمين لا ببيج وارديولا لأنه لعب مع السيتي عارف بريمير ليجو بيعملي كويس مع كريستال بلس فهل هذا كلام منطقي؟ حضرنا أكثر من مباراة لكريستال بلس جميع نشوفنا الفريق بلعب بروح بلعب بكرة جميلة بشجاع في بعض المواقف وحتى على مستوى الإحصائيات بمعظم الإحصائيات الهجومية راح تلقى دائما من التوبتن بناء على جودته هذا شيء مقبول مع عدد تزديد ما بين القوائم هو أقل فريق بالبريمير ليج لكن خليني أحكي الآن باتريك فييرا بعيش موسم ياما شوفنا مدربين بالبريمير ليج عاشوا موسم جيد فالآن نتكلم احنا هون عن موسم واحد انت عشان تدير الستي لازم تكون مدرب مستقر مدرب مشاريع لأن الستي هيك عقليته من يوم منشيني لبلجريني لجوارديولا المدربين بيعيشوا فترات معهم مش مدرب سنة ونص وبالتالي لازم يكون المدرب يثبت انه بقدر ينتقل من موسم لموسم بقدر يطور اسلوبه بقدر يطور الفريق وبقدر يطور المواهب الموجودة فعشان نحكي باتريك فييرا خليفة جوارديولا محتاجين تلت سنين ومش خليفة جوارديولا فنيا خليفة جوارديولا يجدرب في مان سيتي فانك تفوز على جوارديولا في مباراة لا يعني انك افضل منه لا يعني انك جاهز تكون بداله وإلا نص مدربين الارض صاروا افضل من اعظم عظماء المدربين في العالم الروح على مان يونايت ردة الفعلة العظيمة من هذا الفريق المنضبط المركز وكريستيان رونالدو اللي بس انتقده وبتعرف انه حينتقم منك يعني لو بتكره نادي معين اول ما تشوف رونالدو قربت مباراته معاه ظلك انتقد رونالدو فبيجي رونالدو بيشغله بهذا النادي ويبدو انهم الناس اللي هاجموا رونالدو قبل فترة بعد ليفربول ما بحبوش تتنهام لانهم كانوا عارفين انه تتنهام المسكين حيروح ضحية وهذا اللي صار هدف لرونالدو واسس لرونالدو وتغيير خطة لثلاثة خمسة اثنين رونالدو ما تتحدى في مسألة استفزازه وما تشكك بمسيرته لانه الناس هتشك بانك شفت كرة قدم بس الروح على خطة ثلاثة خمسة اثنين او خمسة اثنين زي ما بتحبوا تسموها اللي لعب فيها من يونايتد هاد الخطة زي ما بتشوفه بالسنوات الاخيرة انتشرت كثير طبعا سبب الرئيسي لانتشارها انها اسهل بالصعود بالكرة من الخلف دائما انه حتى لو فيه ضغط عالي امامك فيه خيارات تمرير اكثر بالعرض وبالطول وبالتالي تطلع بالكرة هذا هو السبب الاول السبب الثاني لاعبت الوسط ما بيكونوا خايفين كثير لم يلعبوا هجوم من وساحل بتصير وراهم لانه دائما فيه ثلاث قلوب دفاع وايضا اي هفوة لقلب دفاع يمكن تغطيتها من القلب الدفاع اللي بعده لانه المساحات بتتقسم على ثلاثة مش على اثنين وفي زمن اصبحت فيه كرت القدم كثير اسرع اصبح لازم المساحات اللي يقطيها اللاعب اقل لكن مثل اي شي في كرت القدم ما في شي اله بس ايجابيات طبعا الها ايجابياتها والها سلبياتها ومنشوف اندي كثير بتعاني فيها مثلا بالكرات العرضية اللي على بتكون على المدافع الابعد منشوفها حتى في الحالات الهجومية بعض الاحيان لما الخصم يقدر يمنع خط وسطك يتواصل مع هجومك بتكون خياراتك كثير مدروسة سهلة تتعامل معها فدائما فيه عيوب وفيه ايجابيات لكل خطة في الدنيا ما في خطة بتفوز لوحدها بدون مستوى افراد ممتاز بدون قدرات فائقة عند اللاعبين بس بدي احكي عن يونايتد في هذه الخطة التحول الها فيه ثمن وتضحيات رهيبة طبعا بخط الدفاع هي ممتازة تعطي ليندلوف اساسي مع فاران مع ماجواير تمام الثلاثة عندك انت حصير فيه المشكلة بتلاحبين جرينوود وسانشو جرينوود هيك معناها رح يكون احتياطي واحتياطي رابع بعد راشفورد وطبعا الاساسيين رونالدو كاباني او رونالدو وراشفورد فبتالي هذور الثلاثة فجرينوودس الرابع فقلت فرصته اللي حيكون عنده مصيبة اكبر سانشو اللي لا حيثبت في العمق في الوسط مكان برونو فرنانديز ما رح يثبت وعلى الجناح ما عاد حيلعب ما حيقدر يلعب مكان بيساكا لانه قدراته الدفاعية والبدنية ما بتوصل لهذا الكلام فهذه الخطة فيها حرق للاعب انت مشتري قبل شهرين فانا ما بعرف اذا بيقدر سولتشاير يصمد على فكرته هذي امام الضغوط اللي حيلقاها لانه الادارة حترفع للتليفون فيها اللعبة مارسيال فيها سانشو فيها زي ما حكيت ايضا جرينوود فيها 200 مليون يورو وين رايح يعني فممكن يضغط عليه من هذه الناحية لكنه هو الان كل همه النتيجة نجح في المباراة بس هذي المباراة جاءت ضد فريق بشبه للعلم سانتوا سيئ جدا سانتوا قابل للإقالة بأي لحظة فبالتالي المباراة الجاي في دور الأبطال واللي بعدها في الدوري هي المقياس ان هل هي الخطة فعلا القوية ولا لا خلينا نشوف بخصوص ليفربول في اخر ثمن مباريات اربع مرات بيخسر التقدم اخرها مع برايتون قبلها كانت فيه مع برينتفورد اتنين واحد خسروا صارت اتنين 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 صارت تلات تلات مع اتلتكو اتنين سفر اتنين اتنين صحيح فازوا بعد ذلك لكن خسروا التقدم مع الستي مرتين بيخسروا التقدم يعني فيه باخر المباريات ثقافة خسارة تقدمك شو اللي بيصير معهم شو اللي بيخلي هذه المسألة هي نقطة الضعف الرئيسية بفريق تقريبا من احسن الفرق اللي بترعب كرة قدم حاليا كأنه اقل فريق عنده نقاط ضعف لو نرجع نشوف الخمس دقائق قبل عودة الخصوم على لبربول في هاي المباريات اللي ذكرتها دائما هنلاحظ شيء معين في هادر خمس دقائق لبربول بيخسر الاستحوات تقريبا بشكل كبير سواء الفريق اللي امامه افضل منه او اضعف منه يعني سواء الستي بقوته او فريق زي برايتون انت عارف ما بيقدر يمسك كرة عليك سبعين المية بخمس دقائق لكن بصير هون في نوع دائما عند لعبة لبربول وهذا الكلام للعلم مش من عندي بس يورجين كلوب نفسه لما سألوا عن برايتون قال كان لازم مسكنا الكرة اكثر يعني كأنه بيقول لما تكون فايز مش دائما لازم تبحث عن نتيجة ساحقة مش دائما لازم تبحث عن حسم سريع بعض الاحيان لازم تبحث عن احباط الخصم بحرمانه الكرة ثم هزيمته توقف على الكرة تصبر تتحكم بالريتم اعتقد هاي المسألة حيشتغل عليها كلوب لانه تكلم عنها بصراحة وممكن مع عودة تياغو الكنتارا الفريق يستفيد اكثر من وجوده في هادي المسائل طبعا الناس اللي بشوفوا هاي الحلقة اول حلقة بدردش انجليزية بفهموا اني مش اني ما حكيت عن السيتي او تشيلسي اني ما بحبهم انه ببساطة من داور بين الان دي من حلقة لحلقة بنوصل لنهاية دردش انجليزية بذكركم تتركوا لايك بهذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة